حصان السيد وطروضة عون لم يعد هناك من يشاغب ضد الرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سوى القوات اللبنانية بعدما صدت سبل الاتكال على الشريك في تفاهم مارم خايل وآخر ما تبلغه باسيل من الشريك أي حزب الله أن جسور الحوار باتت مقطوعة بين الشريكين في الوقت الراهن ومن العبث رفع وطيرة الانتقاط كما فعل باسيل على ما يبدو أن ميرن الشلوح قد تبلغت الرسالة من حارة حريك فبات عليها كي يبقى لها شغل اشغال شمهورها بمقولة الحق على القوات على غرار الحق على الطليان من آخر النماذج تعامل إعلام التيار مع سيناريو طرحته في نهاية الأسبوع الماضي إحدى الصحف ومفاده أن كتلة القوات اللبنانية ستؤمن نصابا لازم لانتخاب فرنجية كما تحدثت الصحيفة عن تحضيرات جدية لأن يستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النائب جبران باسيل للبحث في الخيارات الرئاسية وإمكان تقديم ما يمكن لباسيل في ضوء تمسك حزب الله بترشيح فرنجية في المقابل وعلى الرغم من نفي القوات ما يخصها في هذا السيناريو تجاهل إعلام التيار ما يخصه في السيناريو أي لقاء السيد بباسيل وركز فقط على التشكيك في القوات اللبنانية كي لا يبقى الكلام على التيار والحزب مثل حكاية فري الزيت تولى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعين قاسم كسر الحلقة بعد قوله أن مستقبل التفاهم بين التيار والحزب معلق حاليا في انتظار الانتخابات الرئاسية بكلام آخر ووفق معطيات أوصات مواكبة لملف العلاقات بين الجانبين أن السيد قد علق العمل بالتفاهم مع التيار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حيث سيكون عند إذن لكل حادث حديث ماذا يعني هذا التطور في علاقات حزب الله مع التيار التي لديه الكتلة البرلمانية الثانية الأكثر عددا مسيحيا في البرلمان بعد كتلة الجمهورية القوية التي تمثل القوات اللبنانية في المجلس النيابي وهل يستطيع الحزب الاستغناء عن كتلة التيار فيما هو على طرف نقيد مع القوات من أجل وصول إلى جواب على السؤال الأول أي ما يتعلق باستغناء الحزب عن أصوات التيار في البرلمان لا بد من تفحص أحوال الكتلة العونية في البرلمان فهذه الكتلة تشهد نصفا لا سابق له ومن نماذج هذا النصف أن اليس بصعب الذي صار حاليا نائبا لرئيس مجلس النواب أعرب عن استعداده لإعطاء صوته لفراجية إذا ما كان الخيار بين فرانجية أو الفراغ موقف النائب بصعب ليس وحده ما يجب أن يقلق التيار بل هناك أكثر من بصعب يستعد للنزول من مركب التيار عندما يقرر الحزب الاستنفار في الشوط النهائي في الصباق الرئاسي وفق معلومات أوصات إعلامية مستقات من قيادي بارز ضمن الحلقة الضيقة حول السيد أن الخطة باء بعد تعليق العمل بتفاهم مارمخايل والتي هي قيد العمل حاليا هي التعامل مع التيار بالمفرق أي أن هناك أكثر من نائب في كتلة التيار يجري العمل على تحضيره